لكن أنت في بدايتك كانت من عمرك 14 سنة نعم كانت كلها في العزف لم تكن في الغنية أو كيف ترى؟ كنت تركز على الموسيقى أكثر حاجة الموسيقى؟ نعم يعني أنت توا بادي من سنة صغيرة هلبع؟ يعني من 14 سنة، ما كنت تدير؟ أنت لم تقوم بش تدير نعزف 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 نعم 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 طيب، حسنا محمد عموش ما الذي يجعلك تحب الموسيقى؟ بالله من صغيرة، هادي، هاكي من ربي يعني من الفترة يعني؟ نعم يعني أنت هكي تقول من أول ما جاءت من أول مدد فيق على نفسك في الدنيا حاب أنك أنت تكون عازف أحب الموسيقى كنت تركز على الموسيقى أو البيت أكتر شي يعني أكتر من الغنية أو الكلمات الأغنية أي أنت لما تسمع أغنية تركز موكل واحد علاشين يركز؟ نعم تركز على الألحان، على التوزيع، على الحاجات زيك بالضبط أول آلة عزفت على هي القتارة نعم مظبوط ماذا معنى؟ بالله كانت في آلة لأحياة والدي طبعاً كانت في الصالون يعني في أنتي فمرة مرة نأخذ ونبدأ باللوتاركي وكان في قريب نحتوي يعزف على القتار تعلمت منها زوزا كاردات يعني حروف موسيقية وبدأت يعني بشوي بشوي يعني تقدر تقول أنك أنت تعلمت العصف بروحك غير ما تقراش شي هذا ما لا في تعلمت القتار من أستاذ وجدي الأحمر اللي يتكره بالخير هو اللي علمني على القتار يعني هو اللي علمك، ما بذر خير الله أكي عموش، طو أنت لما أنت عشان مش مش متخرج؟ أنا تقنية معلومات تقنية معلومات من تقنية معلومات أني كنت تعزف الموسيقى وعندك حب للموسيقى أكتر ما فكرش أنك أنت أخذ كورسات في الموضوع تطور من نفسك لا علاش؟ هواية هنا الموسيقى يعني مو لازم أو كل هواية وكل مو لازم تسقلها كلها بالخبرة يعني حتى في الستوديو واحد تعلمنا هيك بشوية بشوية يعني أنت توا هل توجه رسالة للمشاهدين لو في ناس ممكنية تكون نفسك أنت عند تحب الموسيقى وتحب تعزف هل أنت تنصحهم أن هما ما يقروش الشي هذا يخلوهم على الخبرة؟ لا طبعا قرية لها دور لكن لما تحب حاجة توصل لها ورغبة كفاءة توصل لها توصل لها حتى من غير أي مساعدة من حد بروحك بروحك لا كده في مساعدات من ساعدك أنت بداياتك؟ في أحيات أحيات هو أخي الخوي يعني أحيات ناصر والي محمد جمور يعني كانوا يعطوا فيها برامج متاع تسجيل وواحد بشوية بشوية يعني